أطلقت الدولة القافلة الرابعة من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة تضمنت القافلة التي تطلقها وزارة التموين شحنات محملة بعشرة وأربعين طن من كافة المستلزمات المطلوبة تنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي هذا ويتم تجهيز قافلة خمسة لأهالي قطاع غزة تفزن الاتفاقية الموقع بين جمهورية مصر العربية وهيئة الإغاثة الكاسوليكية والممثالة في لجنة العامة لمساعدات الأجنبية وزارة التموين والتجارة الداخلية تم التنسيق مع هيئة الإغاثة الكاسوليكية مكتب مصر بشأن تقديم كافة المساعدات المطلوبة وعلى أثر ذلك ونتيجة التنسيقات التي تمت بين اللجنة وهيئة الإغاثة احنا اليوم بصدد إرسال القافلة الرابعة من مساعدات الإغاثة العجلة عبارة عن عشر شاحنات محملة بكافة المستلزمات المطلوبة من الخطاع بواقع أربعين طن مساعدات بتتمثل في عدد أربع تلاف غطم شمع بلاستيك للحفاظ على خيام من الأمطار عدد 3500 بطنية 8000 شريط لاستيك لزوم تجهيز الخيام ومستلزمات النظافة العامة والشخصية اللي بتكفيه لأربع تلاف أصد